اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويتعلق الامر بكل من باير ليفركوز الألمانية واستون فيلا انجليزي وريال بيتيس من الدوري الاسباني تحدث الناخب الوطني وريد الرجراجي عن سبب استدعاء اللاعب عبد الرزق حمد الله إلى قائمة المنتخب المغربي لمواجهة ليبريا وبركينفاسو وقال الرجراجي في النطوة الصحفي التي انعقدت اليوم الخميس عبد الرزق حمد الله لكي اعطيه حقه لم يبدأ أساسيا باستثناء مباراة الرأس الأخضر وكمهاجم هذا ليس سهلا عندما تدخل كبديل ليس مثل ما تبدأ أساسيا والمشكلة اللاعب مع المنتخب المغربي هو أنه لدينا يوسف انصير مهاجم وتابع قائلا عندما يدخل لاعب ولا يكون في مسواه البعض يقول أنه ما كانه ليس في المنتخب لكن أنا أرى الأرقام حمد الله بعد كأس العالم سجل 25 هدفا هو أحسن هدفا بعده يأتي يوسف انصيري ب18 هدفا أو 19 هدفا أعتقد ثم الكهبي بعشرة أهداف واشدير ب8 أهداف يعني أفضل أربعة هدفين هم معنا في القائمة عبد الرزق حمد الله من الممكن أن يكون بحاجة للوقت ليقدم أفضل ما لديه لذلك هو لا يزال معنا وفي اليوم الذي سأكون فيه متأكدا أنه لن يقدم الإضافة لن يكون في القائمة حينها لكن اليوم لا يمكنني أن أنتزع الحق اللاعب سجل 25 هدفا يمكن أن أفعل ذلك لو كان هالاند مغربيا وأنتم يمكن أن تقولون لي حينها لماذا تركت هالاند واخترت حمد الله أو لماذا تركت مبابي واخترت حمد الله واختتم وليد الرجراجي حديثه بالقول اليوم حمد الله هو بديل في المنتخب هل هناك أفضل منه بالنسبة لي لم أجده بعد ليس لدينا أربعون مهاجم في المغرب يلعب رفقة فريقي ويسجل الأهداف لنكون واقعين أكد إسماعي السيباري لعب إيبسي إند هوفن الهولندي أن موسى أصبح أفضل بعد مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا وقال السيباري في الندوة الصحفي التي تأهل فيها فريقه إلى دور مجموعة دور أبطال أوروبا أشعر بتحصم كبير وخاصة بعد بطولة كأس أمم إفريقيا التي ساعدتني في ذلك إنها منافسة مهمة من ناحية الجسدية وفيها تنافسية كبيرة وعليك أن تبدل فيها جهدا كبيرا هذا ساعدني لقد منحني هذا الدعم الذي جعلتني ألعب بثقة كبيرة وأتم حديثه بالقول أحاول أن أكون أفضل مما كنت عليه في الموسم الماضي إذ كنت لعب خط وسط مهاجم عليك أيضا تسجيل أهداف ولحصل الحد تأتي لذلك اليوم ويذكر أن السيباري قاد فريقه أمس الأربعاء للتأهل إلى دور مجموعة دور أبطال على حساب رينجرز حيث افتتح التسجيل إند هوفن في الدقيقة الخامسة والثلاثون قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني له في الدقيقة الثالثة والخمسون يسعى نادي باير ليفركوزن لكورة القدم الممارس في الدول الإنجليزي الممتاز لاستفادة من خدمات الدول المغربي عز الدين أونحي متوسط ميدان أولمبيك مارسيلي الفرنسي بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث أشرت المصادر إلى أن برينجفورد دخل في مفاوضات جادة مع ممثلي جنوب الفرنسي لضم عز الدين أونحي هذا الصيف بعدما اقتنع الطاقم التقني للفريق الأنجليزي بإمكانيات متوسط الميدان وسود الأطلس وأوضحت المصادر نفسها أن برينجفورد يسعى للتعاقد مع عز الدين أونحي لتعويض إصابة لاعبه دا سيلفا وبايتس في وقت قد يتفاعل مارسيليا مع العرض في حالة ما وافقت مموحاتي المالية في هذه الصفقة وغاب أونحي عن نادي أونبيك مارسيليا الموسم الماضي لفطرة طويلة بداع الإصابة ويبحث هذا الموسم عن فرض مكانته مع الفريق الذي يعتبر من بين أعرق أندية في القارة العجوز خاصة في الدول الفرنسي ويسر إلى أن ممكانية رحيل عز الدين أونحي عن أونبيك مارسيليا تبقى واردة جدا خاصة بنظام الإعارة في حالة توصل بعرض جيد كشفت تقارير الصحفية الإيطالية أن إدارة فيورونتين الإيطالية رفضت عن عرضا من غرض صاري الثوركي للتخلي عن سوفيان أم رابط في الميركات الصيف الحالية ووفقا للصحفي الإيطالي الشهير رومانون فإن إدارة فيورلا رفضت عرض غرض صاري الثوركي لإستعارة النجم المغربي في دل تواجد عدد الأندية في سباق التعاقد مع أم رابط كما أشرت المصادر الداشا إلى أن فيورونتين رفض عرضا جديدا من منشيش سيريونيشد للتعاقد مع أم رابط على سبيل إعارة بعكس رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق اشتركوا في القناة